أقصى غرب الشمال العراقي حيث يشخص الجبل الكبير حملاً معه جملة تناقضات وتشابكاً في المواقف والرؤى لا تعقس سوى واقع عراق اليوم المضطرب بين مخلبي ميليشيات الحشد ويد حزب العمال الكردستاني تدور الأحداث في القضاء مع طرف كردي قريب ممنوع من الاقتراب وحكومة وكأنها خارج الزمن سيطرة للقوات الحكومية في ناحية الشمال قرب القضاء توقف قوة من ميليشيا البككي وتطلب موافقات أمنية للعبور متعارفاً عليها يرد عناصر الحزب بالاعتداء على السيطرة ودهس أحد الجنود ثم يتطور الموقف فيندلع اشتباك بين الطرفين يوقع قتيلين من القوات الحكومية وعنصرين من حزب العمال الكردستاني مصادر صحفية تحدثت عن جهود حثيثة لاحتواء الأزمة بتقاطر زعماء من ميليشيا الحجد إلى سنجار لتجنب التصعيد تسلسل الأزمة في القضاء لم ينتهي بإخراج تنظيم الدولة منه أواخر العام 2015 بل مثلت سيطرة البشمرقة والبككي على سنجار فصلاً من معضلة أكبر تأخذ أبعاداً ديمغرافية وأقليمية تغذيها أحلام توسعية بمعزل عن الحكومة في بغداد ومجلس محافظة نينوى شكل مسلح البككي وميليشيات الحجد سلطة إدارية جديدة لا تخضع لأحد قال عنها رئيس مجلس محافظة نينوى إنها باطلة وغير شرعية تلك الخطوة تحيل إلى معول إيراني ظاهر يحاول تثبيت موطئ قدم له في الشمال بالتقاء مصالح مع منظمة البككي المصنفة إرهابية كما أن الأخيرة تدفع عنه جهد التغيير الديمغرافي بمنعها عودة العربي من سكان القضاء الوجه الآخر لأزمة سنجار يكمن في محاولات الأكراد ضم القضاء لإدارة كردستان العراق وهذا ما كشف عنه النائب عن تحالف الفتح حنين القدو عندما أكد نشر لوائين من البشمرقة هناك تمهيدا لضمه لكردستان ما استدعى موقفا مضادا من مجلس محافظة نينوى وتأكيد تبعية سنجار للمحافظة موقف مجلس نينوى الرافض يدعو للتساؤل عن الموقف الحكومي لا سيما وأن وجود البككي أصبح أمرا واقعا قبالة الحدود التركية وهو العدو الأول لأنقرة فرضيات الحل الحكومي تبدو بعيدة خصوصا وأن أي خطوة لعملية نحو سنجار تتطلب موافقة أمريكية فضلا عن موافقة ميليشيات الحجد المسيطرة على القضاء بحسب مصدر في عمليات نينوى وإذ تنذر الأوضاع في سنجار بأزمة متشعبة الأطراف فإنها تعكس من جهة أخرى وضعا مصغرا للعراق ككل تغيب فيه مفاهيم الدولة وتحضر فيه كما يقول كثيرون لغة العصابات حتى وإن لبست ثوبا رسميا ترجمة نانسي قنقر